يعطينا ويعطيكم العافية. في تحديسي جديد اجا لمركز التحكم على واجهة 14. هذه الواجهة الان متاحة تجربية. واجا مركز تحكم تحديسي جديد لمركز التحكم. والتحديس الان هذا وصل. فحبت اشارككم اللحظة واعطيكم اللي هو هذا التحديس. والتحديس هذا برقم جديد لو اجينا على الاعدادات واجينا على التطبيقات وادارة التطبيقات. طبعا هادا النسخة انجليزة عشان ما فيش فيها عربي. لانها لسه تجربية. وكتبنا هنا مسلا بلوغن. ايو. اه التحديس بالرقم اللي انت شايفه له اخر سبعة وتمانين. هذا ما كانش قبل هيك. وصل الان. خلينا نزله على الجهاز ونشوف كيف. وهي التحديس زي ما انتم شايفين. وهي مكون نضافه لنظام واجهة المستخدم. اداة التطبيق وهي التحديس. طبعا هنا منعرف انه النسخ اللي الصينية بيكون الشكل تحت فيه اللي هو الايكونتين هدول. والنسخ العالمية ما بيكون اللي هو غير الشكل هذا. تمام. الان في يعني كمان شغلة او تفعيل هذه الشغلة مهمة وضرورية. لو اجينا على الاعدادات. واجينا على هنا الاشعارات ومركز التحكم. هللاحظ انه فيه عندنا نمط مركز التحكم اللي هو القديم والجديد. تمام. اني يجي هنا على المنزل الذاكي. لا العناصر التي تظهر على شاشة القفل بعد التمرير. لو عملت زي هيك. بدك تكون متأكد انه انت لا بدك تنزل مركز التحكم ولا تنزل مركز الاشعارات. في حالة ايش? في حالة انه لما انا بقفل الشاشة. هاي انا جافل الشاشة. ما فيه لا مركز تحكم ولا مركز اشعارات. وهذا شريط الحالة. ممكن انا اعمل عملية عرض سرعة الاتصال اللي بتبين فوق لما انا انزل اي تحديس او اي يعني لما انا ادخل عن نت انزل اي حاجة ببين هنا السرعة في الاعلى. لو لحظت هنا فوق هتلاقي مسلا تسعين كيلو بايت تقريبا. يعني هي سرعة هادي بتكون يعني اشي طبيعي تلاتين يعني انه النت شغال على الجهاز. هتلاقوا في صندوق الوصف الرابط وفي قناة التليجرام بتعملوا تحديث لمركز التحكم وهذا بينزه على اندرويد اتناش طبعا مش اندرويد احداش. كونوا معنا دائما لا تنسى الضغر على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد. ونلتقي ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.